توفيت لورين معين تفال البالغة من العمر 28 عاما من مدينة حيفا متأثرة بجروحها الحرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة الرملة حيث أطلق شخص ملثم النار على الضحية داخل سيارة من مسافة قصيرة بعد خروجها من المنزل وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به ووفق المعلومات المتوفرة فإن زوج الضحية رمضان ووالده مصطفى مصراطي قتل في جريمة إطلاق نار في عام 2015 في نفس المكان أيضا ويشهد المجتمع العربي عدة جرائم إطلاق نار خلال ساعات قريبة في بعض البلدات أسفرت عن إصابات خطيرة في البعنى وكفر قاسم وجديدة المكر وحيفا يذكر أن البلدات العربية تشهد تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل في الوقت الذي تتقاع سفيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله